اهلا وسهلا بكم يا اصدقاء في فيديو جديد وتحدي جديد انا سلم حجاج ودي قناتي التحفة تحفة ولسه مكملين مع بعض في تحدي تصميم الباترن وموضوع النهار ده هو سكاي او سماء او المهم هنرسم بعض العناصر اللي بتكون موجودة في السماء زي الشمس والنجوم والحاجات دي اول حاجة عملتها انا انا جبت السكتش بتاعي ورسمت الرسومات ديت كده بالقلم برصوص على طول وصورت الصورة بالموبايل وين اقلتها على اللابتوب هياخد الصورة بتاعتي ديت كده وحطها في ادوبي بالشكل دوت وهصغرها بحيس يبقى حجمها مناسب عشان ارسم العناصر بتاعتي وهسمي اللي فيها الرسمة ديت بالشكل ده وبعد كده هعمل لللير ديت وهعمل لير جديدة وهسميها او اي اسم احنا حابينه وهعمل منها كده سب لير وهسمي ديت كده عشان دوت هيكون اول عنصر احنا هنرسمه مع بعض واول حاجة هبدأ برسمها وهي السحابة ديت وهي هرسمها كده عبارة عن دواير مع بعضها وبعد كده هحط الدايرة اللي بعدها كده وهحط دايرة كمان هنا ودايرة رابعة هنا بالشكل دوت وهعلم عليهم كلهم وبالشيب بلدر طول هروح واغضيهم كده كلهم ادمجهم مع بعضهم طلع لي الشكل ده وبالكرفيتشر طول بقى هعدل عليها بس قبل ما عدل عليها هلل الوباستي بتاعتها كده شوية وهقرب منها هنا واعدل عليها بالكرفيتشر طول بحيس ان يكون شكلها كده واقعي اكتر وفيها روح اكتر روح الرسم اليدوي وبعد كده هروح بقى للرسمة اللي بعدها ومن قايمة هعمل ساب لير تانية من اللير اسمها هسميها او اتنين وهرسم هنا كده عايزة ارسم الشكل الحلزوني دوت فطبعا هرسمه بالبن تول بالشكل ده بس هلغي الاول بتاعي هنا وهبدأ ارسم كده زي ما انتم شايفين وهعدل علي بالكرفيتشر طول طبعا دوت كده كله منحنيات فانا مش محتاجة خالص اي نقطة مدببة فيه وكمان اللي عايزة اعمله ان انا هنا كده من الستروك اختار ان الكاب يكون منحني كده او كرفيت شوية هضغط بقى برة وارسم الخطوط اللي بتكون موجودة حوالين الشمس كده بالشكل ده وهاخد الخط بتاعي دوت واكرره اكتر من مرة والفه كده زي ما انا عايزة وبكده اكون زبط شكل الشمس بتاعتي وعايزة ارسم بقى دايرة كده الدايرة دي انا هديها لون اصفر هيكون في الشكل بتاع الشمس من ورا لكن طبعا مش درجة الاصفر دي هديها يعني درجة اصفر لطيفة كده شوية وفي نفس الوقت برضو ما تبقاش مزعجة للعين وعايزة الدايرة بتاعتي ما تبقاش يعني مزبوطة بالزبط انا عايزيها كده تبقى زي منبعجة كده شوية كأنها برضو مرسومة باليد وعايزة احطها هنا كده كأنها ورا الشمس بتاعتي ومن قايمة كده هفتح اللير اللي انا وقف فيها وارجع الدايرة بتاعتي دي كده ورا واكبرها بالشكل دوت ومش شرط هنا بقى ان انا اكبرها وانا ضغطة لا انا بكبرها وصغرها لحد ما تاخد الشكل اللي انا عايزة وبعد كده هروح رايحة على الرسمة اللي بعدها وهي الرسمة دي بتاعة النجمة وكمان هرسم الهلال والنجوم اللي جواب بعدها ديت لسه هفكر هرسمها ولا مش هرسمها والمميز هنا بقى ان احنا عندنا اساسا اداية نرسم بها نجوم على طول ان بصراحة رسم النجمة بشكل يدوي بيكون مش اسهل حاجة وهديها برضو كده بالشكل ده وممكن اعدل عليها شوية بحيس يعني ان النجمة بتاعتي يكون شكلها كأنها مرسوم بالايد او يعني مش عايزها تكون كده ازبط حاجة انا عايزها كده تكون رسمة كده فاني كده ومرحة هحط كده هنا انحناءات زيادة تخليلي النجمة بتاعتي اسمك شوية كده من هنا ومش مزبوطة مية في المية وبعد كده هجيب بقى وهرسم هنا كده تلات خطوط زي ما انتم شايفين بالشكل ده لكن الخطوط بتاعتي دي هلغلها من هنا وبعد كده هياخد مرة تانية وارسم الخط اللي بعده بالشكل ده وبعد كده ارسم الخط التالت بالمنزر ده وهعدل عليهم وهزود شوية بتاع التلات خطوط بتوعي بالشكل دوت وهزود كمان بتاع الرسمة بتاعتي كده ده هيكون بتاع الرسمة كلها وبعد كده هنروح نعمل الهلال او نرسم الهلال بتاعنا جديدة دلوقتي اكتشفت ان النجمة اصلا انا محططها جديدة سهل اخالص حلها سهل نعمل جديدة كده ونسميها ونعلم على النجمة بتاعتنا كده بالشكل دوت بحيس العناصر هنا يتعلم عليهم بالازرق نعلم عليهم كده واحنا ضغطين نضغط عليهم كلهم ونسحبهم ونحطهم في فعد كده جديدة او بلاير جديدة عفوا ونسميها فور ونيجي هنا كده ونرسم الهلال واسهل طريقة عشان نرسم بيها هلال من غير ما تكون الدنيا بايزة ان احنا واحنا هضغطين نرسم دايرة كده ونديها اي لون وليكن اللون الاسويت دوت تمام وبعد كده هنرسم دايرة تانية ونديها مسلا لون تاني وليكن الاخضر دوت ونكبر الدايرة كده شوية بحيس نزبط الشكل بتاع الهلال بتاعنا هيكون هو الاسويت دوت اكبر فيها زي ما انا عايزة واتخيل كده الشكل بتاع الهلال بتاعي عامل ازاي وعلى هزا الاساس بزبط الدايرة اللونها اخضر ديت اعلم بقى على الاتنين تاني فاضغط المرة دي على ده فقط يعني بسوا هعلم كده على ده بس اضغط برا اسحبه كده هو بعيد ده الهلال بتاعنا ونمسح بقى الزوائق الداية ملهاش لازمة هارجع بقى ازبط الداية كده الوباستي بتاعتها اخليها مية في المية وهاختر لهم الوان والمراضي حابة ان انا اختر لهم الوان جديدة كده ومختلفة والوان من هنا نفسه فهنا كده دوت حابة ان هو يكون لونه المراضي بقى رمادي للدرجة دي كده من الرمادي وهخلي بتاعه برضو اتنين عشان حابة ان الرسمة كلها تكون بنفس الستايل هضغط هنا كده على وهختار ان اللون الداخلي يكون لون لبني وهنروح هنا لشان الالوان تكون واضحة مية في المية وبالطبقة اللي تحت ما تأثرش عليها هنشيل الرسمة اللي تحت ده كده شكل السحابة بتاعنا تمام والشمس بتاعتنا هنا كده هنعلم على العناصر اللي موجودة فيها بالشكل ده ونخلي برضو اتنين عايزة اجيب اللون بتاع الرمادي دوت الدرجة بتاعته بالزبط هضغط دابل كليك كده واخده سي بالكيبولد وهعلم هنا كده على كل حاجة وهروح وانا ضغط اشفت اشيل المربع الازرق ده من هنا كده انا علمت على كل حاجة مع عدة دايرة الصفرة اللي هو اضغط هنا اضغط كده كده لانشان اجيب اللون الرمادي بتاعي تاني كده الشمس بتاعتي بقى لونها رمادي زي ما انتم شايفين بالمنزر ده هعلم برضو على دول مع بعض واضغط هنا كده دابل كليك واخليهم برضو لونهم رمادي واضي النجمة بتاعتي بقى لون تاني هاجي هنا كده مسلا اشوف هنا درجات الوان مختلفة وهتأكد ان انا وقفة هنا هو اللي ظهر لي على برة اسحب مسلا كده لون اشوف مسلا حابة ان انا اديها درجة من درجات الورنج وليكن مسلا درجة دي والهلال بتاعي بقى خلونا نديله كده وليكن اللون الازرق الجميل دوت وهنديله هو كمان هنزود كده بتاع الهلال ونخلي اتنين زي بقيت الحاجات وده بقى شكل الهلال بتاعي دولة كده بقول عناصر بتوعي كالعادة هاخدهم كده كلهم ويقى رصصهم فوق خدهم كده كلهم بعد ما علمت عليهم وفي قيمة هعمل جديدة تماما وهي هسميها كالعادة عشان لو الجهاز بداعي يعلق او حصل اي مشكلة او انا بعمل بواسط الاشكال دي تيبقى عندي نسخ موجودة الحاجات اللي فيها اكتر من عنصر بقى وحطها في دي اصلا عنصر واحد دي برضو فيها اكتر من عنصر هعلم عليها كلها واضغط كنترول جي من الكيبورد وهزبط بقى الشكل بتاع الباترن بتاعتي زي ما انا عايزة وليكن مسلا الشكل ده هعلم عليهم كده ونيجي الاهلة خطوة وهي وبعد كده وبعد كده معيك واضغط اوكي من الكيبورد طبعا الرسم بتاعتي فيها حاجات لسه مش متزبطة وانا هزبطها دلوقتي وانا شغالة هنا هاخد كده دي كنترول سي كنترول في وانا ضغط هسغرها بالشكل ده ومن هختار ان النجمة مسلا بتاعتي دي يكون لونها درجة مختلفة من مسلا اللي احنا شايفين ه ده والسحابة ديت برضو هاخترها كده كنترول سي كنترول في وممكن الفها بالشكل دوت واسغرها ولحظوا لما بنحط عناصر كده صغيرة في النص وبنغير الالوان الرسمة بتاخد يعني شكل لزيز جدا ونديها بقى درجة كده لبني مختلفة وليكن مسلا اللبني الاغمى شوية ده وهعدل بقى زي ما انا عايزة في عناصر كده مسلا ممكن الفها واحطها هنا كده بالشكل دوت في عناصر ممكن الفها في عناصر ممكن اصغرها واغير لونها كل حاجة زي ما انتو حابين هنا مسلا كده زاد زيادة عن اللزوم لما صغرناها فهعلم على الاشكال بتاعتي اللي عليها ومن هنا كده هقلل هو هنا كده وان كافي واوكي اختار هنا ان بتاعتي عادي تكون ممكن هنا بقى اديها اي اسم مسلا اديها اسم حاجات ديات كده موجودة تمام واختار وهاختار بقى وارسم بقى كده مربع على بتاعي ومن هنا كده هاختار بتاعتي هي بقت عندي بكل سهولة قلولي في التعليقات انهي عنصر من العناصر اللي رسمناها النهاردة عجبكم اكتر حاجة وكمان ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتختاروا اول عشان يوصلكم كل جديد او انت تابعونا على المندونة انستجرام فيسبوك وتليجرام هستيبلكم كل رابطي تحت في سندوق الوصف والى اللقاء في فيديو جديد وتحدي جديد دمتم بخير باي باي